قبل أيام كان هنا في نفس المكان الذي وجعت في حضرتك كان قاضي سابق أيضا ومدير ديوان ويحيا سابقا قاضي شعبان زروق وقال أنه لمعاملة تفضيلية للمساجين سيكون نفس الطعام لتناوله المساجين العاديين وما إلى ذلك ثم اليوم مختار في اليوم أيضا المدير العام لإدارة سجون قال أنه هذه المعاملة الخاصة بالمساجين هي معاملة حكمة اتفاقية دولية ولا يوجد سجين كلاس أو سجين في اي بي مقارنة مساجين العاديين أنت كنت نأي عام ونعرف أن الوكلاء الجمهورية والنواب العامون يزورون السجون يراقبون السجون يطلعون على أحوال المساجين ففعلا ويحيا وسلال اليوم رغم نفس المعاملة مع مساجين الآخرين صراحكم بأن من حيث المبدأ كل المساجين سواسية ولكن في قانون إصلاح السجون هناك مبدأ أساسي يسمى بتصنيف المجرمين أي أنه ليس كل الناس على الحراش يتواجدوا فقعة واحدة كان مبدأ الفصل بين الأحداث والبالغين بين الطبيعي بين النساء والرجال بين المسبوقين وغير المسبوقين المحكومة عليهم نهائيا وغير المحكومة عليهم نهائيا بحسب العقوبات القصيرة الأمد المطوسة والطويلة وكذلك بحسب حالتهم الصحية هناك أجنحة بين قوسين صحية وهناك كذلك أخيرا وأكتفي الداعي الأمني مثلا نعطي الكثير بسيط كيكون واحدة في سيد بولي جوديسيار كما نقوله محبوس ما نحطوش بين الناس اللي كان اللي تقبض عليهم منذ سنوات وهو يتعامل معهم من الجهة الأخرى وبتالي لأسباب أمنية تتعلق بالحفاظ على سلامته الجسدية لا يعزل هناك جناح معزول وبتالي كل الأشخاص أو هؤلاء الشخصيات ما كانش فيها يبي في الحراش ولكن هم في عزلة ولا يتواجدون حيث يتواجد ولكن من حيث على سلامتهم وحالتهم صحية أغلبيتهم على حسب معلوماتي يعانوا من أمراض مزمنة وخطيرة كذلك ولكن من حيث الحقوق مثلا عدد الزيارات القفة الأكل النوم نفسه ما كانش حبس وحبس عادي